اهلا بكم سنة 5 ابتدائي ومعانا النهاردة اول درس في الوحدة الثالثة بعنوان التواصل السياسي والعسكري بين مصر والعالم التواصل السياسي والعسكري يعني ايه العنوان ده؟ اقولك يعني هنتكلم عن العلاقات اللي بين مصر بلدنا وبين الدول التانية من ايام زمان لحد الوقت طب هو احنا هنتكلم عن انهي علاقات بالزبط اقولك هنتكلم عن العلاقات السياسية والعسكرية يعني التواصل السياسي والعسكري اللي كان بين مصر بلدنا والبلاد التانية طب انا عايز اعرف يعني ايه التواصل السياسي ويعني ايه التواصل العسكري اقولك التواصل السياسي يقصد به المعاهدات والاتفائيات اللي مصر بلدنا عملتها مع الدول التانية فاكر معاهدات السلام اللي كنت تكلمتك عنها قبل كده ايوة فالمعاهدات والاتفائيات اللي مصر بتعملها مع الدول التانية ده اسمه التواصل السياسي طب التواصل العسكري يعني ايه؟ اقولك يعني المساعدة العسكرية اللي الدول بتاخدها من بعض زي الاسلحة والحاجات العسكرية وكمان تبادل الخبرات العسكرية يعني مصر بلدنا بتاخد افقار جديدة للجيش بتاعنا والدول التانية بتاخد برضو افقار جديدة من عندنا للجيش بتاعهم وبيستفادوا مننا ده اسمه التواصل العسكري يبقى احنا كده عرفنا ان التواصل السياسي والعسكري عبارة عن المعاهدات والاتفائيات والمساعدات العسكرية وكمان تبادل الخبرات العسكرية اللي كان بين مصر بلدنا والدول التانية طب بس استنى هنا هو ليه لازم يبقى فيه تواصل سياسي وعسكري بين مصر والدول التانية قالك لازم يبقى فيه تواصل سياسي وعسكري خاصة المعاهدات والاتفائيات علشان اول حاجة حماية حدود مصر علشان نحمي حدودنا احنا بنعمل اتفاقيات وبنعمل معاهدات علشان نحافظ على حدودنا تاني حاجة هنحفظ الامن نبقى عايشين في امن وامان تالت حاجة نشر السلام ما يبقاش في حروب رابع حاجة بعد ما نحمي حدودنا ويبقى في امن وسلام هنقدر نحقق رفاهية الشعوب الشعوب هتبقى عايشة في سلام وامان يبقى لما يجي يسألني ويقول لي ايه اهمية التواصل السياسي والعسكري زي المعاهدات والاتفاقيات اقول له لحماية حدود مصر وحفظ الامن ونشر السلام وتحقيق رفاهية الشعوب هو ده الهدف من العلاقات اللي مصر بتعملها سواء السياسية والعسكرية طيب كده احنا عرفنا يعني ايه التواصل السياسي والعسكري يعني شوية المعاهدات والاتفاقيات والحاجات العسكرية اللي بين مصر والدول التانية قالك بقى أنا عايزك تعرف التواصل السياسي والعسكري بين مصر والعالم قديما والتواصل السياسي والعسكري بين مصر والعالم حديثا يعني عايزك تعرف شوية المعاهدات والاتفائيات والحاجات العسكرية اللي كانت بين مصر بلدنا والدول التانية أيام زمان والوقتي طب يلا بينا نتكلم عن التواصل السياسي والعسكري بين مصر والعالم قديما طب هو التواصل السياسي والعسكري اللي مصر بلدنا عملته مع العالم أيام زمان مع مين بالضبط أقول لك هنتكلم عن ثلاثة كان مع الهكسوس ومع الحيسيين ومع بلاد فنيقيا بلاد فنيقيا أيوة سوريا ولبنان الوقت يعني يبقى لما نيجي نتكلم عن التواصل السياسي والعسكري أيام زمان قديما هنتكلم كان فيه تواصل مع مين مع ثلاثة مع الهكسوس ومع الحيسيين ومع بلاد فنيقيا طب هو التواصل السياسي والعسكري قلنا إيه عبارة عن معاهدات واتفائيات وحاجات عسكرية طب التواصل اللي كان مع الهكسوس كان عبارة عن ايه اقولك عبارة عن ان احنا خدنا منهم العربات الحربية لما الهكسوس جم دخلوا مصر وقاعدوا عندنا شوية احنا خدنا منهم العربات الحربية وزودناها في الجيش بتاعنا يبقى نقل المصريون عنهم العربات الحربية يبقى كده فيه تواصل ولا ما فيش فيه تواصل لاننا اخدنا عنهم العربات الحربية طيب مع الحيسيين ايه التواصل اللي حصل بنا ايام زمان اقولك فاكر الملك رمسي ستاني ايوة عمل معهم ايه معاهدة السلام يبقى وقع معهم الملك رمسي ستاني معاهدة السلام يبقى مع الحيسيين اقوله الملك رمسي ستاني عمل معهم معاهدة سلام وبالتالي كان فيه تواصل سياسي وعسكري مع الحيسيين طبقه مع بلد في النقية ايه التواصل السياسي والعسكري اقولك الناس اللي عايشين فيه بلد في نقية اللي هم الفين نقيين شاركوا مع الملك تحط مستالت في معركة مجده يعني كانوا بيحربوا معانا ضد امراء اسيا يبقى سكان بلاد فنيكيا شاركوا مع الملك تحط مستالت في معركة مجده وده اول تواصل سياسي وعسكري مع بلاد فنيكيا طب ايه كمان قالك المصريين انشأوا هناك في بلاد فنيكيا القلاع والحصون القلعة والحصن دي الاماكن اللي بقى فيها جنود لحماية حدود الامبراطورية المصرية يبقى احنا عندنا مع بلاد فنيكيا حاجتين مش حاجة واحدة اول حاجة انهم شاركوا مع الملك تحط مستالت في معركة مجده يعني كانوا بيحربوا معانا ومع الملك تحط مستالت عود نفسك معظم الاعداء ومعظم الغزو اللي كان بيجي المصر والاعداء بيجوا من حدود مصر الشمالية الشرقية تاني حاجة المصريين عملوا في بلاد فنيكيا قلاع وحصون طب ليه لحماية حدود الامبراطورية المصرية طب ليه ما قلتش الدولة المصرية اقول لك لان مصر في الوقت ده كانت امبراطورية علشان كده المصريين بنوا هناك قلاع وحصون يقعدوا فيهم جنود علشان يحموا حدود الامبراطورية المصرية كده احنا اتكلمنا عن التواصل السياسي والعسكري بين مصر والعالم قديما يعني بنتكلم عن المعاهدات والاتفائيات والحاجات العسكرية اللي كانت بين مصر والدول التانية قديما كان فيه تواصل مع مين اقول له مع تلاتة مع الهكسوس لما خدنا منهم العربات الحربية ومع الحيسيين لما الملك رمسيس الثاني يعمل معاهم معاهدة سلام ومع بلد فنقيا لما شاركوا مع الملك تحطمس الثالث في معركة مجدو وكمان المصريين عملوا هناك قلاع وحصون لحماية حدود الامبراطورية المصرية يبقى لما يسأل ويقول بما تفسر انشأ المصريون القدماء القلاع والحصون في بلد فنقيا وبلد فنقيا يعني سوريا ولبنان ليه اقول له لحماية حدود الامبراطورية المصرية طب لو جاب لي سؤال اكمل وقال لي نقل المصريون القدماء العربات الحربية عن مين اقول له على طول الهكسوس طب رقم اتنين وقع الملك رمسيس الثاني معاهدة السلام مع مين اقول له انا عارف من زمن طبعا مع الحيسيين طب رقم ثلاثة انشأ المصريون القدماء العديد من القلاع والحصون فين اقول له في بلد فنقيا اللي هي سوريا ولبنان وقلنا له لحماية حدود الامبراطورية المصرية طيب كده احنا عرفنا التواصل السياسي والعسكري قديما كان مع تلاتة مع الهكسوس ومع الحيسيين ومع بلد فنقيا كلمني بقى عن التواصل السياسي والعسكري بين مصر والعالم حديثا اقول لك برضو هكلمك عن ثلاث حاجات حصل التواصل السياسي والعسكري في حرب اكتوبر عام 1973 وكمان في حاجة اسمها اتفاقيات الدفاع المشترك وهقول لك ازاي الوقتي وكمان التدريبات العسكرية المشتركة تاني كده التواصل السياسي والعسكري حديثا عبارة عن ثلاث حاجات ايوة حرب اكتوبر عام 1973 واتفاقيات الدفاع المشترك والتدريبات العسكرية المشتركة طب بالنسبة لحرب اكتوبر حصل تواصل سياسي وعسكري ازاي اقول لك لما الدول العربية ساعدت مصر والسوريا لما كنا بنحارب اسرائيل ليه هي الحرب بين مصر واسرائيل كان فيها سوريا ايوة سوريا كانت بتحارب معانا ضد اسرائيل الدول العربية بقى في حرب اكتوبر ساعدتنا احنا وسوريا يبقى مساعدة الدول العربية او مساندة الدول العربية لمصر وسوريا يبقى اول تواصل سياسي وعسكري حديثا اقول له حرب اكتوبر عام 1973 لما ساندت او ساعدت الدول العربية مصر والسوريا طب تاني حاجة ايه اتفاقيات الدفاع المشترك يعني ايه اقول لك مصر بتعمل اتفاقيات مع دول تانية بحيث لما اي عدو يجي يهجم عليها مصر يتحرب معاهم ولو اي عدو هجم علينا الدولة دي تيجي تحرب معانا دي اسمها الدفاع المشترك طب مصر عملت اتفاقيات الدفاع المشترك مع مين اقول لك زي اللي بين مصر والسودان مصر عملت اتفاقيات دفاع مشترك مع السودان يبقى اتفاقيات الدفاع المشترك ده تواصل سياسي وعسكري بين مين ومين بين مصر والسودان طب تالت حاجة بتقولي التدريبات العسكرية المشترك كل فترة الجيش بتاعنا بيعمل تدريبات عسكرية مع جيش تاني وفعلا بين مصر ودول العالم بيحصل تدريبات عسكرية مشتركة جدا 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 كل سنة يبقى التواصل السياسي والعسكري بين مصر والعالم حديثا عبارة عن كم حاجة حرب اكتوبر سنة 1973 لما ساندت الدول العربية مصر وسوريا والتفاقيات الدفاع المشترك زي اللي بين مصر والسودان والتدريبات العسكرية المشتركة اللي بتحصل كل سنة بين مصر والدول العالم يبقى احنا كده عرفنا ان التواصل السياسي والعسكري بين مصر والعالم قديما كان ثلاث حاجات مع الهكسوس ومع الحيسيين ومع بلاد في نقيا اما التواصل السياسي والعسكري بين مصر والعالم حديثا برضو ثلاث حاجات في حرب اكتوبر سنة 1973 واتفاقيات الدفاع المشتركة والتدريبات العسكرية المشتركة طيب انا عايز بقى اعرف الوقتي كيف تتواصل مصر مع الدول الاخرى حاليا يعني ازاي مصر بتتواصل وبتتكلم مع الدول التانية وبيحصل تواصل بنا اقولك من خلال حاجتين حاجة اسمها وزارة الخارجية وحاجة اسمها الصفارات ايه و ايه وزارة الخارجية والصفارات ايوة دية مصر بتقدر تتواصل مع الدول الاخرى بيهم طب وزارة الخارجية دي يعني ايه اقولك مش احنا عندنا وزارة اسمها وزارة ترابية والتعليم اه وعندنا وزارة الصحة عندنا برضو وزارة اسمها وزارة الخارجية طب ايه اهمية وزارة الخارجية دي او بتقوم بايه اقولك بحكتين انها بتعمق وبتطور العلاقات بين مصر والدول العالم يعني مصر لما تبقى عاوزة اي حاجة من اي دولة بتتم عن طريق وزارة الخارجية وزير الخارجية بيتصل وبيشوف كل حاجة بين البلدين يبقى اول مهمة بتقوم بها وزارة الخارجية تطوير وتعميق العلاقات بين مصر ودول العالم وتعاق العلاقات بين مصر ودول العالم قل لك حماية مصالح المواطنين اللى في الخارج اذا الر duty نفس المنصر بتهتم بالمصريين اللي عايشين في البلاد nh لما يحصلهم اي مشكلة او اي حاجة لازم يلقاوا الى وزارة الخارجية يبقى المنصرة الخارجية تحمي مصالح المواطنين في الخارج وبتطر لي وتعاق العلاقات بين مصر ودول العالم يبقى احنا كده ساعة ميزين بمصر اتتции بيها مع الدول الاخرى وزارة اسمها وزارة الخارجية. اللي بتطور وتعمق العلاقات بين مصر والدول العالم وبتحمي مصالح المواطنين في الخارج. طب تاني حاجة ايه? انت بتقول لي حاجة اسمها السفارات. ايه السفارات دي? اقول لك لكل دولة سفارة في الدولة الاخرى. يعني مكان بيعود فيه واحد اسمه سفير وشوية موظفين بيمثلوا الدولة دي. يعني مصر بلدنا لها سفارة يعتبر في كل دول العالم. في كل دولة فيها سفير قاعد. ومعها شوية موظفين. علشان لما تحتاج اي حاجة على طول تروح للسفارة دي. يعني انا مثلا عايش في امريكا ففي هناك سفارة مصرية. لو عايز حاجة اروح على طول على السفارة المصرية. وكل دولة على فكرة من دول العالم لها سفارة في الدولة الاخرى. طيب ايه اهمية السفارات? اقول له تعميق العلاقات بين الدول. هي اللي بتعمق العلاقات بين الدول لما يبقى في مشكلة او في اي حاجة بنلجأ برضو للسفارات. طب انا حايز اعرف هو مين بالزبط اللي بيشتغل في السفارات دي اقول لك. عندنا اول واحد السفير. اسمه ايه? السفير. طب عندنا موظفين تانيين بيبدأوا بكلمة الملحق. الملحق ايوة. واحد بيبقى مسؤول عن الثقافة ببنقول عليه الملحق الصقافي. واحد تاني بيبقى مسؤول عن الحاجات العسكرية. فهنسميه الملحق العسكري. واحد تاني مسؤول عن الحاجات السياسية. فهنسميه الملحق السياسي. يبقى من اشهر الناس اللي بتشتغل في السفارات رقم واحد السفير. وده اللي بيمثل الدولة المصرية. ده بقى اللي بيتكلم باسم مصر في البلد التانية. يبقى السفير هو اللي بيتكلم باسم مصر في البلد اللي هو قاعد فيها. طب تاني حاجة الملحق الصقافي. وده مسؤول الثقافة والتعليم والبعثات. اي ده مسئول عن حل المشكلات اي مشكلة تحصل بين البلدين من اختصاص الملحق السياسي وكمان دعم السلام بيدعم السلام وبيحل المشكلات علشان ما يبقاش فيه حروب بين الناس يبقى احنا كده عرفنا الصفارات من اللي بيشتغل فيها السفير رقم واحد وده يعتبر اللي بيمثل الدولة المصرية في البلد اللي هو عايش فيها ومعاه ملحق صقافي وملحق عسكري وملحق سياسي يبقى لما حد يسألني ويقول لي كيف تتواصل مصر مع الدول الاخرى حاليا اقول له من خلال حكتين وزارة اسمها وزارة الخارجية وحاجة اسمها الصفارات طب لو سألني وقالي بما تفسر اهمية وزارة الخارجية المصرية ليه الوزارة دي مهمة اصلا اقول له لانها تقوم بتطوير وتعميق العلاقات بين مصر ودول العالم وحماية مصالح المواطنين في الخارج مش في الداخل المواطنين اللي عايشين برا من مهمة مين من مهمة وزارة الخارجية انها تشوف مصالحهم طب لو سألني وقال لي اهمية وجود سفارات بداخل الدول ليه لازم يبقى فيه سفارات في كل دولة اقول له لتعميق العلاقات بين الدول لطعميق العلاقات بين الدول طب افرج جاب لي سؤال اكمل وقال لي قامت الدول العربية بمساندة مصر وسوريا في حرب نقط اقول له في حرب اكتوبر عام 1973 طب لو سألني وقال لي المسؤول في السفارة عن تبادل الخبرات في مجال التدريب والاسلحة هو الملحق نقط اقول له طبعا على طول الملحق العسكري هو المسؤول عن اي حاجة عسكري اسلحة وتدريب واي حاجة طب المسؤول بقى في السفارة عن الاهتمام بالتعاون لحل المشكلات هو الملحق ايه اقول له اللي بيحل المشكلات ده الملحق السياسي الملحق ايه السياسي طب افرج جاب لي سؤال اختياري وقال لي وقعت مصر اتفاقيات للدفاع المشترك مع جمهورية مين اقول له كانت بين مصر والسودان طب رقم اتنين حماية مصالح المواطنين في الخارج مسئولية وزارة ايه اقول له على طول وزارة الخارجية طب رقم ثلاثة يوجد لمصر في كل سفارة مسئول عن ملف التعليم والبعثات هو الملحق ايه اقول له لمسئول عن التعليم والبعثات هو الملحق السقافي الملحق ايه السقافي كده احنا اتكلمنا عن التواصل السياسي والعسكري قديما والتواصل السياسي والعسكري حديثا وكمان عرفنا كيف تتواصل مصر مع الدول التانية حاليا من خلال وزارة الخارجية والسفارات طب هنتكلم عن ايه بقى اقولك مصر بلدنا دي موجودة في قرة ايه موجودة في قرة افريقيا قالك انت عندك تواصل سياسي وعسكري بين مصر ودول القرة الافريقية عندنا تواصل سياسي وعسكري بين مصر ودول القرة الافريقية ايوة طب يزبط للككلام اللي انت بتقوله اقولك تحرف الامم المتحدة اه دي منظمة عالمية كبيرة جدا بتعمل بعثات اسمها بعثات الامم المتحدة لحفظ السلام كل سنة بتطلع مجموعة من الجنود ومجموعة من الاشخاص علشان يحفظوا السلام في الاماكن اللي فيها مشاكل مصر بقى شاركت في بعثات الامم المتحدة لحفظ السلام في بعض الدول الافريقية وهنا نسأل نفسنا سؤال اللي يخلي مصر تشارك في بعثات الامم المتحدة لحفظ السلام في بعض الدول الافريقية اقول لك لدعم الامن والاستقرار داخل قارتنا الافريقية علشان يبقى فيه امن واستقرار في القارة بتاعتنا اللي هي القارة الافريقية يبقى لما نجي نشوف التواصل السياسي والعسكري بين مصر ودول القارة الافريقية هللاقي ان مصر بلدنا شاركت فيه بعثات الامم المتحدة لحفظ السلام في بعض الدول الافريقية ولو سألني وقال ليه مصر اصلا شاركت في البعثات دي اقول له لدعم الامن والاستقرار داخل قارتنا الافريقية له تاني لدعم الامن والاستقرار داخل قارتنا الافريقية طب انت تعرف بقى ان مصر شاركت في بعثات الامم المتحدة لحفظ السلام دي اكتر من مرة كتير جدا لدرجة انها من اول عشر دول بتشارك يبقى مصر من اول عشر دول بتشارك في بعثات الامم المتحدة لحفظ السلام ايوة هل بس في دول افريقية لا في العالم كله وبكده نكون خلصنا درسنا النهاردة يلا بينا نراجع على اهم الحاجات اللي اتكلمنا عنها النهاردة قلنا التواصل السياسي والعسكري التواصل السياسي زي المعاهدات والاتفاقيات والتواصل العسكري عن الحاجات العسكرية زي المساعدات العسكرية وتبادل الخبرات العسكرية وقلنا التواصل السياسي والعسكري ده مهم جدا 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 خاصة المعاهدات والاتفاقيات ليه اقول له لحماية حدود مصر وحفظ الامن ونشر السلام وتحقيق رفاهية الشعوب وقلنا بعد كده لازم نعرف التواصل السياسي والعسكري بين مصر والعالم قديما وحديثا قديما عرفنا ان كان فيه تواصل مع الهكسوس لما خدنا منهم العربات الحربية ومع الحيسيين لما الملك رمسيس الثاني عمل معهم معاهدة السلام ومع بلاد فنقيا اللي هم سوريا ولبنان الوقتي فحكتين لما شاركوا مع الملك تحطمس الثالث في معركة مجدو يعني كانوا بيحربوا معنا وكمان انشأ المصريين عندهم القلع والحصون ليه انه لحماية حدود الامبراطورية المصرية اما بقى التواصل السياسي والعسكري بين مصر والعالم حديثا برضو كان مع تلاتة حصل في حرب اكتوبر عام 1973 لما ساندت الدول العربية مصر وسوريا او ساعدت الدول العربية مصر وسوريا وكمان عندي اتفاقيات الدفاع المشترك زي الاتفاقيات اللي بين مصر والسودان وكمان عندي التديبات العسكرية المشتركة اللي الجيش بتاعنا بيعملها مع الجيوش التانية بين مصر ودول العالم طب عرفنا بعد كده كيف تتواصل مصر مع الدول الاخرى حاليا قلنا من خلال حكتين وزارة اسمها وزارة الخارجية والصفارات وقلنا ان وزارة الخارجية مسؤولة عن حكتين تطوير وتعميق العلاقات بين مصر ودول العالم وحماية مصالح المواطنين في الخارج اما الصفارات لكل دولة صفارة في الدولة التانية يعني مصر لها صفارة في كل دول العالم ودول العالم لها صفارات عندنا طب هو ايه اهمية الصفارات دي قلنا تعميق العلاقات بين الدول طب من اللي بيشتغل في الصفارات قلنا قلت لك السفير وده اللي بيمثل الدولة المصرية معاه مين؟ معاه ملحق ثقافي وملحق عسكري وملحق سياسي الملحق الثقافي ده مسؤول عن الثقافة والتعليم والبعثات الملحق العسكري ده مسؤول عن أي حاجة عسكرية الملحق السياسي ده مسؤول عن أنه يحل أي مشكلات ويخلي فيه سلام وآخر حاجة تكلمنا عنها التواصل السياسي والعسكري بين مصر ودول القارة الإفريقية لما مصر شركت في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام في بعض الدول الإفريقية طب ليه؟ أقوله لدعم الأمن والاستقرار داخل قارتنا الإفريقية يبقى لما يسألني ويقول ليه مصر شركت في بعثات الأمم المتحدة في بعض الدول الإفريقية أقوله لدعم الأمن والاستقرار داخل قارتنا الإفريقية لدرجة أن مصر من أول عشر دول بتشارك في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام في العالم أصلا وبكده نكون خلصنا درسنا النهاردة تحياتي ليكم مستر عطا زكي شحطو